بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الكمبي الأمين شباب حلق دخلت صيدالية هنا في موت واتفاجئت بوجود الصندوق ده بصراحة يعني هو مبادرة جميلة وأنا حبيت أن أنشرها بحس أن نعممها بكل الصيداليات في الدخلة وفي أي مكان تحب تعمل فيه الكلام ده سيبقى في مزان حسناتك إن شاء الله الصندوق ده عبارة عن صندوق حشك موجود مكتوب عليه حسابك في الجنة ببرة بجنيه بالصيدالية كتير من هنا بيروح اشتري ويبقى ليه باقي يعني أنت مش محتاج الباقي ده ممكن تحط في الصندوق ممكن تروح قاصة لو ربنا موسع عليك أن أنت تروح تحط في الصندوق ده الصندوق ده الناس اللي موجودين هنا في الصيدالية هم طبعا أنا استأذنتهم إن أنا عمل البس المباشر ده هم وافقوا بس رفضوا إن أنا أقول اسم الصيدالية مع أن يعني فعل الخير ده عندهم مراسة بسم الله ما شاء الله يعني أنا بس مش قادر أقول عشان ما يوضعش أكتر من كده آآ الصندوق ده شباب بيتلمي الفلوس اللي فيه ولما بتيجي حالة مش مختادرة أو الفلوس اللي معها مش مكملة أو هم بيعرفوا بحالة تعبانة أو محتاجة فلوس بمحتاج علاج يعني بيفضوا الصندوق ده وبياخدوا من الفلوس اللي موجودة في الصندوق وبيطلقوها الوجه اللي لو إحنا عملنا الكلام ده آآ يعني من أصعب الحاجات في الدنيا أن أنت تبقى محتاج علاج أو أن أنت تعرف حد محتاج علاج ومش قدر شتري علاج آآ دي إن شاء الله ربنا يجعلها في بزال حسناتهم هم والراجل اللي ابتكر الفكرة والسد اللي ساعدت في صناعة الصندوق طبعا يعني دي فكرة متكاملة من ناس كتير آآ أتمنى لما حد فينا يلاقي حاجة تستاهل إن هي تطلع للناس كده يظهرها أنت مش لازم تبقى صحفي ولا تبقى إعلامي ولا تبقى أي حد بس يعني اعمل خير وقول للناس إن فيه خير بيتعمل ما تنسوش إن فيه صدقة السر والعلانية أتمنى تكون الرسالة اللي أنا بتمنى إن هي توصل توصل آآ ربنا جعله في ميزان حسناتكم أتمنى أي حد عنه صيدلية أو يعرف واحد عنه صيدلية ولو حد عايز يعرف اسم الصيدلية دي أنا ممكن أقول له على الخاص يعني بحيث إن هو له عايزة تبرع برضو كناش مشكلة آآ كل سعادوا من طيبين السلام عليكم